اجواء مطر وبرد جديد جدا وما فيش حاجة تطبطب على البيت كله قد كوباية شوكولاتة سخنة ايوها كلنا الكبير والصغير بيعشق كوباية الشوكولاتة السخنة يا سلام بقى كمان لو هي البودرة بتاعتها من صنع ادينا حاجة كده تتحدى كل الانواع اللي موجودة في السوبر ماركت مش هتلاقوا في الطعامة واللزازة بتاعتها والتقل كده والصمك بتاع كوباية الشوكولاتة السخنة وكمان حبوب الشوكولاتة اللي هنحطها عليها قولوا لي بقى انتوا بتتحدوا البرد ازاي في البيت وبتعملوا ايه يبسط الولاد كلهم وكله يشرب ويقول يا وعدي على طول على طول انا رحت عند العطار جبت ربع كيلو من الككاو الخام هتلاقوا نوعين من الككاو الخام يعني فيه موجود ماليزي وفيه كمان اسباني وفيه الغامق والفاتح انا بجيب الفاتح وكمان هنجيب قرفة القرفة هاخد منها جزء صغنن جدا بس هي ضرورية جدا للوصفة بتاعتنا هنركن القرفة كده والككاو الخام على جنب وتعالوا بينا كمان نجيب السكر البودرة تأساسي برضو في الوصفة بتاعتنا علشان يزبط لنا كده بودرة الشوكولاتة السخنة اللي احنا هنعملها علشان تبقى عاملة زي العبوات الجهزة اللي في السوبر ماركت واحلى كمان هفتح بقى الككاو انا هوريهولكو كده الريحة مش ممكن يا جماعة من اول ما فتحت فيه ماليزي وفيه اسباني زي ما قلتلكم اهم حاجة نجيب النوع الفاتح مش مهم خالص ان كان ماليزي او اسباني بس نجيب الفاتح لان هو دوت اللي بيبقى ماشي مع الوصفة اللي احنا بنعملها هاخد منه ملو كوباية كده بكوباية الشاي من الككاو بتاعنا وهاخد كمان نفس المقدار بالزبط بالزبط من السكر البودرة هنخط السكر البودرة كده جنب الككاو الخام وتعالوا بينا نحط بقى المناكهات الاصلية بتاعتنا اللي احنا هنخلي بيها البودرة تروح في حتة تانية خالص وتبقى جميلة اول هاخد اول حاجة الارفة هنحط ربع معلقة صغيرة ما نكترش عن كده هي اه يعني الربع معلقة ده حاجة قليلة بس هي بتفرق في الطعم وكمان احنا مش عايزين طعم الارفة يضغى على طعم الككاو كمان عايزين نجيب فانيليا خام ونحط كده برضو منها ربع معلقة صغيرة خالص علشان برضو تدينا كده الطعم الجميل بتاع بودرة الشوكولاتة السخنة الجميلة وهنحط كمان بقى الاضافة دي بتاعتنا احنا معلقتين صغيرين من النشا دي بتخليلي الشوكولاتة السخنة بتاعتنا لما بنعمل الكوباية كده جميلة بيبقى ليها شخصية وليها سمكة كده جميلة وإحنا بنشربها هنحط كمان زرة خفيفة كده من الملح علشان توزن لي طعم السكر هذه الحاجات بقى الجفة دي كل لها بتاعتنا هنبدأ ان احنا نقلبها مع بعضها ودي كده البداية الاولى للبودرة بتاعت الشوكولاتة السخنة بتاعتنا هقلب بقى كده النشا مع السكر البودرة مع الكاكاو مع القرفة مع الفانيليا مع شوية الملح صغيرين اللي حطناهم وهنديهم تقليبة كده كويسة زي ما انتوا شايفين مش قادرة وصفلوك يا جماعة جمال الريحة بتاعت بودرة الشوكولاتة بتاعتنا هجيب كده بقى المصفى السلك اللي عنيها ديقة وهنبدأ ان احنا نحط بودرة الشوكولاتة بتاعتنا وننزلها من العيون بتاعت المصفى بتاعتنا كده كويس قوي علشان مش عايزين اي فتفيت ولا اي كلاكيعة تكون موجودة احنا عايزين بودرة نعمة وجميلة بصوا بقى الكلاكيعة دي دي من السكر البودرة من النشا من اي حاجة المهم ان احنا بنفرقها كده بالمعلقة علشان نضمن ان هي تنزل نعمة جدا جدا وما يبقاش فيه اي كلاكعة تعالوا بينا نكمل بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده ولو وصلتوا للجزء ده بقى من الفيديو قولولي انتوا بتتابعوني منين وما تبخلوش عليا بان انتوا تدعموا الفيديو بتاعي باللايك والشير وتقولولي انتوا بتتابعوني منين وتتابعوني على قناة الوصفة وقناتي والبيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيفينس عباس ايه نوسة اينا النوسة الجمال ده احنا بقى كده من المصفة اللي يعنيها ديقة بنغرب الكده بقى او بننخل البودرة بتاعت الشوكولاتة بتاعتنا علشان نضمن ان هي تبقى نعمة اوي خلاص كده بقى عندنا بودرة نعمة وجميلة اوي 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 هنديها تقليبة بقى كده كويسة وهنجيب بقى البرطمان اللي احنا هنعبيها فيه ما انكترش كويس اوي الكمية دي نعملها ولما تخلص نعمل تاني كمية طازة زيها هتبقى جميلة اوي 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 والولاد بقى على طول هيعملوا منها في البيت وتبقى موجودة اجمل من اي نوع موجود في السوبر ماركت زي ما انتوا شايفين ماليت بيها برطمان كبير وهجيب كمان طبق احط فيه شوية علشان نعمل منهم بقى كوباية مع بعضينا زي ما احنا متعودين عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي طبعا فيه من الكاكاو برضو بيبقى فيه الكاكاو اللي هو الغامق مش مناسب ابدا للشرب بيبقى مر جدا فاحنا نجيب الفاتح ده اللي انتوا شايفينه وكمان انا جاي بحبوب الشوكولاتة من عند العطار او من عند خمات الحلواني دي بتدي طعم اكتر من رائع لما بنعمل كوباية الشوكولاتة السخنة بتاعتنا او كوباية الكاكاو وبنيجي نشربها وبنحط شوية بقى من الشوكولاتة دي بتبقى مش ممكن يا جماعة الطعم بيبقى اكتر من رائع يعني دي بتديله كده بقى تقل وطعم شوكولاتة قوي جدا جدا بيبقى جميل اوي في الشرب والطعم الازيز دي زي اللي احنا بنعمل بيها الكوكس بالزبط تعالوا بينا بقى انا جبت كوباية من الحليب السائع من التلاجة عادي بالزبط بالزبط هنحط عليه تلات معالق صغيرين من بودرة الكاكاو اللي احنا عملناها او بودرة الشوكولاتة تعالوا بينا بقى ناخد كده التلات معالق دول بالزبط بالزبط هيعملولي كوباية هنقلبها الاول على البارد كده وزي ما انتو عارفين الحاجة الوحيدة فيها اللي مش مستوية هي النشأ فاحنا لازم نسويها كويس على النار زي ما انتو شايفين انا هزود معلقتين من السكر للولاد وما بيحبوها مسكرة عن كده انا بحبها بالسكر البودرة بس اللي بيكون محطوط على المكونات اللي احنا عملناها هقلبها بقى كده كويس على النار بالمعلقة وطبعا نبقى جنبها ونقلبها كل شوية علشان نضمن ان النشأ ما يكلكعش مننا ولا اي حاجة طبعا النشأ دول معلقتين على البرطمان كله لكن بجد بجد بتفرق خلاص بقى كده اول ما غليت من الجناب وقلبتها كذا مرة ضمنت ان هي كلها مستوية وجميلة اوي 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 تعالوا بينا بقى انفضيها كده في الكوباية يا سلام عايزين تشربوها على كده الطعم كده جميع جميل جدا جدا ورائع وريحة البودرة بتاعت الكاكاو مش قادرة اصفلكو دي طازة وجميلة اوي 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 تعالوا بقى كده ندي تقليبة كده للكوباية اللي عايز اشربها على كده زي ما قلنا هنشربها زي مهي واللي عايز بقى زي حالاتي يحط شوية كده من حبوب الشوكولاتة فيها ويقلب انا عايزة بس اواريكو السمك بتاع الكوباية بتاعت الشوكولاتة السخنة او الكاكاو دي جميلة ازاي ليها شخصية كده يعني معلقتين النشا الصغيرين فرقوا جدا 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 وبتدي بقى دفا كده وشبع لما نشربها مش ممكن يا جمع انا حطيت شوية من حبوب الشوكولاتة وهقلبها بقى كده كمان يا سلام اول ما الشوكولاتة بتدوب بتدي طعم اكتر من رائع مع السخنية بتاعت بقى الحليب اللي احنا حطناه بالفا هانا وشفا ويرب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنردوكم